موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعرف على بعض الأدوات اللي هما المشتركين ما بين ما بين الأكسل وما بين الورد فمثلاً فاش كان كتبوا في واحد السلول مثلاً كتبوا فيها مثلاً المهدي المهدي باتش كلا هذا وسمحوا لي إذا كان كيتسمع بعض الصوت يعني الصداع في الجيران عندهم الخدمة في الدار لذلك استسمح على إذا كانوا أصوات اللي هما مزعجة نكملوا فاش كان كتب مثلاً واحد الاسم أو الا واحد الرقم معين في أي سلول بحلقة في أي خانة مثلاً بغي يكون هاد المهدي هادا تكون الوسط فغنجل هنا اياه في هاد القروب اللي هو ألينيومون وبالطبط في الكوي هكا يعني ولات الوسط وإلا بغيتها مثلاً دابا الوسط لكنها التحت إلا بغيتها الوسط فاش غادي بانوا لي هاد تأثيرات اللي لفوق هادو فغنكبر هاد لالين هادا فاش كان بغي نكبر واحد لالين يعني كان جي كان نقرب لي هكا كان لحظة على أنه كيت تغير شكل ديالو فاش كيكون عندي بهات الشكل هادا فكن نضغط هكا وكنزيد الحجم ديالو دونك اللحظة على أنه المهدي دابا عندي وي الوسط لكنها كينال تحت يعني بهات الشكل هادا الوسط لكنها لتحت إلا بغيتها الوسط وتكون بالضبط الوسط هنا يعني في السنتر غنكليكي هناك هاتولي الوسط وإلا بغيتها تبقى الوسط لكن الفوق باكا دونك من هناك كانت تحكم في الشكل ديالالكتبة أو ديالالرقم اللي عندي كذلك بالنسبة لهنايا نديرها الوسط وهنايا بات الشكل هادا وإلا بغي نغير الخط ديالي من هنايا ممكن أني ننغير وندير أي خط اللي أنا بغي مثلا نخلي بحلاكة بغي نكبر الحجم ديالالكتبة من هنايا ممكن نكبر الحجم ديالالكتبة أولا من هادا أكبر هادي كما يعني اللي ما شافش هاد الأمور هادو مغديش نتعمق فيهم هنا حيث شفناهم في الورد لكن نحاولوا أنه ننعوده كمراجعة نتعرفوا على بعض الأدوات اللي أنهم غادي نحتاجهم من بعد في الفيديوهات المجينة إن شاء الله وما غنبقاش نشرحهم يعني غنبقدرهم ديالكتوما دونك إلا بغي نكبر هاد الاسم هادا من هنايا أو اللي لا بغي نصغر هكا بغي يعني اللون هاد السيلولي هادي فكتلون من هنايا نختار أي لون اللي أنا بغي يعني كل لون دابا سيلولي يعني ماشي الكتبة نختار أي لون نخليها بحل ما هاكا وإلا بغي نغير يعني اللون ديال الكتبة من هنايا يعني راهم تقاربين نخليها مثلا بأي لون بحل ما هاكا وإذا نرده مثلا بيض يعني كاللحظة لأننا نمننا يعني هاد الأدوات هادو كنا شفناهم بغي مثلا هاد الاسم هادا إيكون نغير فكا كيباليا أو لا كذلك بالنسبة للأرقام نخليها انغير نزيد فلاتاي ديالها نشانجي الكولير نديرها ايتاليك يعني الكتبة أو لا يعني من هنايا كنتحكم وبالنسبة فاش كنبغين انكادغي واحد السيلول واغنحتاجوها بزاف في اللي طابلو فكنجيل هنايا لبوردور من هنايا لبوردور وكندير توت لبوردور وكاللحظة لأنه هنايا بشتبالينا هنايا انه جميع لبوردور يعني دارو بالنسبة أحيانا وهنايا غدي يبليكم من هاد الأشكال هادو من هنا غدي يبليكم يعني لبوردور اللي كيدير مثلا بغيت فقط من الجهة ديال اليمين يعني بوردور دروات نكليك عليها غدي اللحظة لأنه دار لي هاد لبوردور هادو يعني فقط من الليمين باغي نزيد مثلا من اللي صر هنايا غوش دونك هنايا فاش كنتحكمو فلي بوردور وهنايا غدي نشوفوهم فاش كيكون واحد اللي بوردور اللي هو غريت شكلا ما اللي كولير ديال هاد الليلين هادو كنتحكم فيو من هنايا اللي ستيل ديالو من هنايا دونك هادو الادوات باش كنخدم بالنسبة فاش كنبين نغير سواء الكتبة او اللي ندير لي بوردور وشفنا بالنسبة للألينيومون بالنسبة للكتبة كذلك إلا باغي نغير الاتجاه ديلها فمن خلال هنايا هاد المهدي مثلا باغيها تولي ما تكون بهاد الاشكال هادو اللي كينين هنايا يعني نديرها واحد لغوتازيون كندير بحال ما هكا نكبرو شوية باش تبالينو نحطو على انها تغييرات او اللي مثلا باغيها بهاكا يعني ترجع التحت ها قصنا نسيلكسونها هي اللو اول اول هنا ترجع التحت بعد شكل هذا او اللي مثلا كن بنسيلكسونها كنسيلكسوني حاجة اخرى اولا هكا التحت دونك هنيا درت الكتبة كبيرة هاد شعلش ما كتبنش لينام زيان دونك من هنيا كنت تحكم في الغوتازيون ديال الكتبة ندير انولي باش نردوها كما كانت من قبل انولي يا اما كندير كونترول زيد من الكلافي كما كندير دابا اولا كندرجع الهنايا هنايا هرا كندير من خلالات السامة كندير انولي وبالنسبة فاش كيكون عندي مثلا واحد الرقم ناخدو مثلا خمسطاش هنايا وهنا نديرو سبعة هنايا نكالكولي ونديرو مثلا خمسطاش مقسومة على سبعة يعني غاد نديرو في هاد السيلولي هدي غاد نديرو تساوي خمسطاش نديرو مقسومة يعني هاد هاد الرمز هذا مقسومة على سبعة ونديرو انتخي بانكات اعطيني واحد هنايا وهذا الرقم يعني جوش فاصيلة أربعتاش ومن بعد منه هاد الأرقم اللي هما يعني طوال إلا ما بغيتش انايا تكون عندي بات الطريقة فمن هنايا كانت تحكم من هاد من هاد جوش ديال الايقونات اللي زيكون يا إما كندير غاد وير لديسيمال أو لا كنزيدو أو لا كنجتي لين ديسيمال دونك هنايا باغين نقصوهم احنايا فغنديرو هاد طريقة كدب قد كليكي وبهكا كينقص 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 على حساب يعني بشكل اللي انت باغيش هال من رقم باغي من بعد الفاصيلة دونك هادو كنحتاجوهم بالنسبة للفاصيلة وبالنسبة مثلا عندي هاد جوش ديالي السيلول هادو مثلا باغين نكتب فيهم يوليو عندي وحدة هنحاول انني ندل لهم ليباغيش باشيبانو ليا هنايا كنلاحظو دابا لانه عندي جوج يعني عندي هنايا ا تسعود هاي هادي ا تسعود وهادي اف تسعود إلا باغي نردهم اوليو وحدة فغد نسيلكسونيهم بجوج يعني كنضغط على اللولة وكنجر للتانية وكندير هنايا فيزيوني وغد اللاحظ دابا انه قلت عندي واحدة سيلول هادو هما الادوات اللي اللي متواجدين هنايا وكنستعملوهم وغد نشوفو من بعد ان شاء الله هاد الادوات هادو عشنا نتطور ديالهم بالنسبة اه مثلا هناياไมamment اعني لون هاد 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 سيلولياتي اعني اسفلوا وحد اللون من هنا اعنى بتصويتها مثلا تصويتهااب بالحمر ونكتaben فيها مثلا واحد العدد etch مثلا اعني اسفلوا تصويت تصويت و balance يعني بالكلور هذا اللي هو حمر يعني كنجيل هناليا افاسي و كنشوفة شنو باقي نمسح وش باقي نمسح لاميزان فاقم لاميزان فاقم يعني إذا إدارت افاسي لاميزان فاقم غدي يمسح لي الكلور نقول ندير آنولي نرجع كنترول زيت أولا باقي نمسح لو كنتوني يعني إدارت دابي فاقمي غدي يمسح لي مئة وثلاثة وعشرين فقط هنا إفاسي سنرى من بعد إفاسي الكومنتر كيفاش نخدمو بها وهنا إفاسي تو إلا درتها يعني كليكت عليها كاللاحظة لأنه مسحت لي بعميزان فوق ومسحت لي دونك هادو أدوات اللي هما مهمين وكنحتاجوهم عدنا أدات اللي هي مهمة كذلك مثلا فرضا كتبت هنا بديت مثلا الحساب ديالي هنا 10, 12, etc بحلمة هكا مثلا كنقض بوحد الطابلة وبعد الشكل هادا ومثلا بغي نكتب تكون قبل منهم 8 وكاللاحظة لأنه ما يمكنش لي يعني هذه هي السلولة ما يمكنش لي أن نكتب 8 طريقة اللي كندير سواء كنجيل هنا وكن نضغط يعني بالليمن وكندير انسيقسيون وكتزادني يعني هنا يمكن ندير 8 لاحظة على أنها تزاد أو لا ممكن كنضغط هنا وكنجيل هاد البلاسة هادي وندير انسيغي دي السلول وكاللاحظ على أنها تزادني يعني تزادني واحد الخط اللي هو جديد وندير 6 لذلك هاد هاد الطريقة هادي كان نحتاجها بزاف فاش كننساو واحد الخط مثلا مازدناش وكان كدالك سوبرمي نفس الامر اللي بيت تسوبرمي واحد السلول هادو كانوا أدوات اللي هما اللي نقدر نقولو لي زوتي دبعاز اللي خاصنا نعرفوهن فالأول باش نكملوا الفورماشن ديالنا مزيان إن شاء الله أي اقتراح أو وجهة نظر ديالكم خليوا عليه في كومنتي شكرا لكم